قالت مصادر في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيشكل لجنة مستقلة للتحقيق في أسباب التسرب النفطي في خليج المكسيك وإخفاق جهود احتوائه في حين أعلنت شركة بي بي البريطانية أنها أحرزت تقدما في سعيها لاحتواء التسرب بعد نجاحها في تحويل نحو نحو خمس النفط المتسرب إلى ناقلة نفط بعد عدة محاولات لاحتواء التسرب النفطي في خليج المكسيك يبدو أن مساع الشركة البريطانية النفطية بي بي أحرزت بعد التقدم ولو بشكل نسبي فنجاح الشركة في نصب أمبوب بفوهة البئر البحرية مكنها من شفط نحو خمس كمية النفط والغاز المتسرب وتحويله إلى ناقلة نفط راسي على السطح بي بي تقول إنها متفائلة بتحقيق تقدم لاحتواء التسرب إلا أن هذا لم يخفف من حدة الانتقادات التي تواجهها الشركة العملاقة من كل جانب فبينما أعلنت الإدارة الأمريكية أن الرئيس باراك أوباما سيشكل لجنة مستقلة للتحقيق في إسباب التسرب النفطي صعد المسؤولون الأمريكيون لهجتهم ضد الشركة حتى إذا نجحت هذه المساعي فأن موقفنا لن يتغير سنواصل استغلال كل إمكانياتنا لاحتواء التسرب وأرغام الشركة على التكفل بتكاليف مكافحة التلوث وترى الشركة البريطانية أنها قطعت شوطا مهما في سعيها لاحتواء التسرب النفطي إلا أن المسؤولين الأمريكيين يرون أنه من السابق لأوانه معرفة مدى نجاعة المحاولة الأخيرة وفي المقابل دعوا إلى ضرورة إعادة النظر في التشريعات المعمول بها في هذا المجال هناك أسئلة صعبة ينبغي طرحها ومن بينها إعادة النظر في خطط الطوارئ التي نعمل بها حاليا فهي لم تعد تتناسب وحجم التحديات التي نواجهها وفي الوقت الذي تشهد فيه أرويقة الكونغرس جدلا سياسيا حادا حول كيفية مواجهة مثل هذه الأزمات فإن كل الأنظار تتركز على جهود تجنب حدوث كارثة بائية غير مسبوقة حسب رأي البعض كامل سبياد بي بي سي